بسم الله. داخل مسيحة يا Οختي المسيحية، موضوع اللي إحكام في ده دلوقتي مسألة حياة أموت. موضوع اللي إحكام في ده دلوقتي مسألة حياة أموت اموت هياسكو لم max perché تسمعوني بقلوبكم وiros بالقذن. وجزء الأخير في الفيديو أهم جزء في فيديو. بس عشان تفهم الجزء الأخير في الفيديو لازم تشوف الفيديو من الأول والقلق. وأنا مواصراء أنكمoutру تسمعتوني بقلوبكم. كلامها احترق قلوبكم لأن معظم مسيعيين مش متكبرين. ربنا اللي قال لنا كده في صورة المائدة. لتجدن لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود ولذين اشرقوا ولتجدن اقرابهم موادة الذين امنوا. الذين قالوا ان نصارى ذلك بقى ان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون. المتكبر هو اللي برفض الحق. يبقى بين قدامه زي الشمس برفضه. اللي هتكلم عن موجوزات قوية جدا جدا في القرآن والسنة. هتكلم عن نقطة هامة جدا في كتوبكم. اسمعوني. وبعد كده المكلام البحر. ربنا صحيحة تعالى بيقول في صورة الذريات الجزء 27 آية رقم 47. والسماء بنيناها بأي دين وإنها لمسعون. والسماء بنيناها بأي دين يعني بقوة. وإنها لمسعون يعني أنا حوسحها. العلم الحديث اثبت ان السماء بتتوسع بسرعة 30 الف سنة ضوئية في السنية لان فيه 275 مليون نجم بيتوردوا كل يوم في السماء تتوسع وإلا الكون ينفجر. ربنا صحيح نعمل في كلام ده منين من 1400 سنة. هل هو قال من نفسه وإنها لمسعون وجات معه بالصدفة هل هذا يعقل ولا ده كلام رب العالمين وده دليل على صدخ القرآن. جزء قوي جدا. في الواجهة المقابل انت بتقول له ان ربنا صحيحة تعالى خلق السماء والأرض في ست ايام بعد كده تعب وانهك وشحر فاعطى نفسه راحة يوم السبت. هل هذا الكلام يعقل ربنا صحيحة تعالى صاحب القدرة المطلقة. يتعب ويبقى لها ازاي? ويدي النفسه راحة ومسكت. ده كتابكم اللي انتوا شعر فيه ميليكاته. واجسة انه قوي جدا عندنا. الرسول على السلام بفي الحديث. اذا سقط الضباب فيه ايناي احدكم فليغمسها ثم ينزحها. في ان فيها اجنيحتها ده وفي الاخر يدواء. العلم الحديث اثبت ان فعلا احد اجنيحة الضبابة فيه دواء. اه ودوقتي هم بيصنعوا دواء من 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 كسم الضبابة لعلاج الامراض. العلم الحديث اثبت ان فعلا فيه دواء في جناح الضبابة. وفي اكتر مدرسة عاملة فستوريا وامريكا اثبت السحة هذا الحديث. عشان كده رسول على السلام امرنا لما الضبابة تقع في الاناء ان احنا نغمسها. لما اتغمسها هتنزل الدواء ده من الجناح التاني هتقتل البكتيريا والبكتيرات اللي نزلت من الجناح الاول وحطها الالدان. مجهزة قوية جدا اسلا بسببها الكثير. صحيح صحيح في كلام ده من هنا هو كراجل امي لا يقرأ ولا يكتب من الفرق ممجسا. في الواجه المقابل انتم بتقولوا في كتابكم. على سيدنا داود النبي العظيم. شاف شاف يعني شاف واحدة ست بتختسل. هو كان في الشرفة بتاعت بيته. وكانت عارية. فغطت نفسها بهدومها. كانت جميلة جدا. كانت مين? كانت مرات قريا. قائد الجيش بتاعه. زنة بيها والعزو بالله. وعشان يتخلص من من اوريا. حطه في مكان معين في الجيش. وعارف ان اي حد بتحط فيه بيموت. ومات اوريا. وتخلص منه وتجوز مراته. هذا زي ما اقول سيدنا داود الدوال النبي العظيم. يمارس الزنا الفحشة مع امرأة متزوجة. ومين? امرأة القائد بتاعه. بتقى الجيش بتاعه. ويخونه معها. بعدين يقتله. بعدين يقتله. حطه في مكانه وعارف ان يموت فيه عشان يتخلص منه. ايه الكلام. لكن ده كتابكم. بتسيبه رب العالمين وتسيبه الانبياء. موجزة اللي قوية جدا عندنا. الرسول صاحب عمل في الحديث. اذا ان الله خلق ابن آدم على ثلاثمائة وستين مفصل على كل مفصل كل يوم وصدق. قالوا رسول الله من يتيق ذلك. قال التهليل وصدقة والتجميل وصدقة الى اخر الحديث. ويجزئ كل ذلك. ويجزئ كل ذلك صلاة وركعتين في اول النهار. العام الحديث اثبت فعلا كل واحد فينا. بيتولد من مفصل زامر رسول الله سلام. قال من الف ربمائة سنة. والحقيقة دي لم تكتشف الا من السنين قليلة جدا. الرسول صاحب عمل في الكلام ده من ايه. انا احط لكم تسع معجزات قوية جدا. مدعمة باللينكات تحت الفيديو ده. في الواجه المقابل انت بتقولوا في كتابكم ان ابن سيدنا داود كان له اخت جميلة جدا طلب انه مارس معها الزنا. قلت له هتدفع لي كام فهدفع لها ومارس معها الزنا. ولما سيدنا داود عرف غضب 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 شديد جدا. لكنه لم يعاقب ابنه لانه كان بيحبه وعارف ان عرس النبوة منه. هل هذا الكلام يعقل? سيدنا داود يسكت على حاجة زيدي. وابن سيدنا داود اللي هو مفروض مين? ابن سيدنا سليمان. يمارس في عيشة مع اخته. وزينا داود يسكت. ابن النبي يمارس الزنا مع اخته. هل هذا الكلام يعقل? نجد ده كتابكم. في الواجه المقابل المعجزة قوي جدا عندنا. ربنا سواء تعالى في سورة النجم الجزء سبعة عشرين اية رقم خمسة واربعين وستة واربعين. وانه خلق الزوجين الذكرة والانثة من نطفة اذا تمنى. يعني ربنا خلق الزوجين النوعين الذكرة والانثة من نطفة اذا تمنى. ايه النطفة اذا تمنى دي? وهو مين البيامني? مش رجل? النطفة دي ليه ايه? نطفة اذا تمنى. ليه الحياة انه خلق المينENSين لنواحه givensة ورقام المانتصالي مثل قران تطلع انسة. ولو لنواحن زكرة يلقاح البوايضة لنواحها ذكرة. البوايضة تكون نوع واحد صنع. الغ盾 كانوا ساد moving on. تدخلق مجال العلم الحديث تتحكي منهم في النوع المولود انه حاول legislate ما تتحكي في النوع المولود구독ية. زي ما القرارεν قال من الف رائم سم LAURA. هو راجل امي تقول سبعة الواحد كم قراءة نزم من السماء باش على الارض قابل سيدنا عقوب فسيدنا عقوب قال له تسرعني قال له اصرعك فسيدنا عقوب صرع ربنا سبحانه وتعالى وهزمه بعد ما هزمه بسكه من تلبيبه قال له وش هسيبك تطلع في السماء الا ما تسميني اسرائيل فسيدنا فربنا سبحانه وتعالى خلاص انت اسمك اسرائيل هل هذا كلام يعقل تسبه رب العالمين سعب القدرة مطلقة تقول عليه ان انسان هزمه هزمه كفر بالله سبحانه وتعالى او سعب الانبياء لكن ده كتاب كل انتوش عارفين مين الكتبه موجز انه قوي جدا عندنا ربنا بيقول في سلط البقرة في جزء الثاني والمطلقات هو يترى بصمة بانفسينا سلاسة قروق يعني المطلقة تستنى ثلاث قروق يعني حيضة يعني تقعد ثلاث حيضات وبعد ما تطلق ما تتجوز الامن الحديث اثبت ان كل واحد منا له بصمة في في الراحمة عزقته البصمة دي بتقعد ثلاث حيضات قبل ما تروح فعمل اعمل ابحث على البصمة دي لقوا ان البصمة بعد بعد الحيضة الاولى تلت البصمة بتروح بعدين الحيضة التانية تلتينها بديروح بعد البصمة التالتة بعد الحيضة التالتة البصمة تختفي تماما وبيقى الرحم الرحم مستعد انه ياخذ مانية جديد من من رجل اخر رجل اخر طبعا اعمل الحديث اثبت ان اختلاط المانية في رحم المرأة يسبب لها امراض اخت ومخاطر كدير جدا زي سلطان الرحم وغيره ذلك الباغي المرأة الباغي ما تحملش موجزة قوية جدا في الواقع المقابل انت بتقوله على زيدنا سيدنا لوط النبي العظيم انه شرب الخمر وسكر وزنب بناته وحاملوا منه هل هذا الكلام يؤقل سيدنا لوط النبي العظيم يزني ويزني بمين يزني ببناته ويحباله منه بعد ما يشرب الخمر لكن ده كتابكو موجز تانية قوية جدا عندنا رب الله سبحانه يقول في سورة الانعام جزء الثامن آية رقم 125 فما يرد الله ان يهديه واشرح صدره الاسلام وما يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجسة على الذين يؤمنون يعني رب الله ضرب مثل اللي مش عايز يخش في الاسلام وما يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا يسمعوا بقى كأنما يصعد في السماء يعني يحس انه صدره ضيق ضيق حرج كأنه واحد بيطلع في السماء كذلك يجعل الله الرجسة على الذين يعني معناها ايه ان ربنا قال من اربلاف ربمائة سنة ان كنت لما تطلع في السماء هتحس ان كنت مخنوق لأي من الحديث اثبت ان فعلا الاكسجين بيقل في طبعات الجو العليا تبركور عن الكلام ده من اربلاف ربمائة سنة تبركور عن الكلام ده في كلام ده منين معين المنطق يقول ان ما تطلع فوق انت بتبعد عن الزحام وعن الدخان وعن العوادم وعن كل شيء يبقى افوض ان الهوا فوق يبقى احسن مواجهة قوي جدا في الواجهة المقابل بتبطل في اكتبكم على سيدنا حاجة اسمها النشيد الانشاد ربنا سبحانه وتعالى او سيدنا سليمان بيتغزل في جزعة المرأة وفي صدر المرأة وفي ارجل المرأة وفي قدم المرأة بكلام جنسي غزل لخيص ما يصدرش الا من واحد فاسق اقروا عندكم نشيد الانشاد واشوفوا هالكلام ده ينفعل ينزل من رب العالمين ولا مصدرش في الواجهة المقابل مواجهة قوية جدا عندنا ربنا بحلقة الكفار الوصول على السلام وانت فعل النبي شؤلنا الامر من الصين وحنا نصدقك وناتبعك قال لهم تدوني لعهد المساقة لهذا دع الله سبحانه وتعالى وانتشاء الامر نصين لكن قالوا له انت سحر انت سحرتنا ده سحر قال لهم انت روترتم مني قالوا له ده سحر قال لهم طيب نسأل المسافرين حيجوا بعد مني نسألهم لو شافوا اللي انتم شفتوه ما يبقى السحر قالوا له ماشي هم عارفين كويس قالوا له ماشي لانوا عارفين كويس ان السحر ما بيقصرش الا اللي واقف قدامك بس لكن مش هيأثر على الناس على بعض من الكيلو ومسافرين جم بعد يومين واحنا شفنا شيء غريب جدا نشوفنا الامر نشاء ونصين وكنا مزهولين قالوا لا 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 محمد انت سحر قوي قوي بيروح الاماكن بعيدة قوي فلاسا القول اللي سبحانه وتعالى في سورة القمر جزء سبعة وعشرين اي رقم واحد واثنين اقتربت الساعة وانشقها القمر وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر يعني ما شوفوا معجهزة قوية ينكروها جهودا واستكبارا قولوا عليها سحر قوي سحر مستمر ودليما ده بالكفار يطلبون معجهزة من النبي هم عارفينه ننابي عشان يعجزوه ولما يعملها لهم يكحدوا ويكحدوها وينكروها لحوذن واستكبارا ارجو ان انتوا بكروش كهولاء الناس لما رواد الفضاء نزل على سطح الامر واجدوا الشقة طويل جدا في الامر طوله مية خمسة وعشرين قسم الامر طوله مية خمسة وعشرين كيلو متر وعرضه الف خمسمية متر وعمق خمسمية متر كيلو مزهولين يعني رمو شافوا الشقة زادة على وجه الارض عملوا لأبحاث لأن الشقة ده مستحيل يجي نتجين زلزال او بركان او اي ظاهرة مظاهرة طبيعية احد علماء وكالة ناس الامريكية اقروا ان ابحثنا اثبتت ان الامر انكسر في الماضي واللتحب مرة اخرى وحاطركم الفيديو بتاع العالم ده وفيه ايميج فيها الخط اللي بيقسم الامر نصي والعالم الحديث اثبتت الفعل الامر انكسر في الماضي بمزبط صحة صدق القرآن ونبرأ اشاء الامر للرسول صلى الله عليه وسلم واجهة انه قوي جدا علم ياباني غير مسلم اسمه مصارو ايموتو